ماشي نروح ليه أخبارنا من النادي الآلي والكافة إنساء الله عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي حرص على الاتصال بمحمد الشناوي خلال وجوده في المنتخب عشان يتطمن عليه ويستفسر منه عن حكاية الأرقام وترتيب الأدمية واللي يمكن حصل كلام عليها في الفترة اللي فادت الشناوي طمن عبدالحفيز وقال له إنه ما فيش مشكلة والأمور كلها تمام وما فيش أي مشاكل في معسكر المنتخب والشناوي لعب كبير ولاعب جيد ولاعب ما عندهش أي مشكلة ده محمد الشناوي أرقام محمد الشناوي لعب 35 مباراة مع المنتخب معدد دقائق 3103 واستقبل 31 هدف وخرج بشباك نظيفة في 14 مباراة دي أرقام محمد الشناوي في الموسم ده مش مع المنتخب في الموسم ده بشكل عام طيب نكمل مع حضراتكم وكابتن حسام غالي عضو مجلس دارة النادي الآلي عمل قاعدة للمرة التانية مع صلاح محسن علشان يقنعه بالموافقة على تمديد عقده وخروجه إعارة لكن صلاح محسن لسه متمسك بالاستمرار مع النادي الآلي أو الحصول على استغنى غير موجهة استغنى نهائي وأنا قلت لكم من بارح أنه الآلي مش عايزة يدي استغنى نهائي لصلاح محسن تخوفا أو خشية أنه هو ينتقل للزمالك في ريه دون مقابل عشان الآلي كان عارف أنه صلاح محسن قعد مع وكيل اللاعبين وكيل اللاعبين عرض عليه التواجد في نادي الزمالك الفترة القادمة احتراما لمستقبل لعب كبير في النادي الآلي في معلومة مهمة كده من مصدر مسؤول في النادي الآلي أن لعب كبير عقده يخلص بنهاية الموسم لكن لجنة التقديد رفضة تجدد له وبتقوله أنه مستوى متواضع وما قدمش حاجة تذكر السنين اللي فاتت تساوي الفلوس اللي حصل عليها لكن الأزمة والقلق الكبير أنه ينضم لنادي الزمالك لو مشي خصوصا أن الزمالك بيتكلم معاه ولكن التقديد قررت أنها ترمي الكرة في ملعب كولر عشان يحدد موقفه النهائي خلال الفترة اللي جاي مين بقى اللاعب الكبير ده؟ هنقول لكم عليه خلال أيام طيب